وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر قامت بتطهير جميع البحيرات وتبطين الترع بمسافة تصل إلى 40 ألف كيلو متر بتكلفة تصل إلى 80 مليار جنيه وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن دولة تنفذ مبادرة حياة كريمة لتغيير حياة 60 مليون مواطن مما وفر ألاف فرص العمل للشباب وتشغيل مصانع الأسمنت والحديد ووسائل النقل بالإضافة إلى إنشاء شبكة طرق وذلك على الرغم من أن مصر لا تعاني من مشكلة الانبعاثات الضارة وتكاد لا تذكر مقرنة بنسبتي على مستوى العالم المشروع بتاع حياة كريمة اللي طرحه برضو دولة الرئيس على أن نحن منغير حياة 60 مليون سواء كان نحن بنعمل تبطين للترع حين بيكلم على 40 ألف كيلو متر من الترع هيكلفون أكثر من 80 مليار جنيه هما 80 مليار جنيه دول مش دول فرصة عمل متاحة للناس القائمين على عملية التبطين هما مصانع المواد بالأسمنت والحديد اللي بتشتغل دي هتبقى فرصة عمل للناس اللي بتقوم بهذه الصناعة ثم وسائل النقل وحاجات أخرى كثيرة إذن رغم أنها ما يعني محنة أن إحنا كان عندنا هذا الأمر عايزين نغيره وحيكلفنا تكاليف كثيرة جدا جدا لكن هو في النهاية هيبقى فيه فرص جواه بالإضافة طبعا للهدف الرئيسي منه اللي هو الإصلاح عملية المناخ ترجمة نانسي قنقر